بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله المبعوث رحمة مهدا في جلساء في بعض الأحيين احنا محتاجينهم يكونوا معانا طول الوقت ولما بيكونوا موجودين بنصب الحكمة ومن يؤتى الحكمة فقد قوتي أخيرا كثيرا جليس كده لما تقعد معاه يخليك حكيم وعلى فجأة الجليس ده مش لازم يكون جليس بيقولك أفكار لكن ممكن جليس يخليك تضبط نفسك أو جليس يخليك تعرف إمتى تسكت وإمتى تتكلم زي الجليس بتاع النهار ده احنا عندنا ظاهرة بقت منتشرة الفترة دي وزادت قوي اللي هي أخذ موقف من شخص بناء على موقف حد تاني حكاهولك عنه أو من غير ما تسأله أو من غير ما تسمعه إيه اللي كان حصل فبقينا نلاقي ناس متخصصين ودايما بيبقى عندهم ناس بيحاولوا دايما يقطعوا علاقتهم بالناس وممكن يكون على فكرة الناس دولة زوجين وتعرف السبب هو إيه علشان بس ما بقيناش نسمع بعضنا ومعندناش مهارة الاستماع لبعض اللي هو بيسموه الإنصاط والاستماع الجيد وعشان كده أنا عايز أقول لحضراتكم أن ربنا سبحانه وتعالى لما خلقنا وخلق لينا الحواس أول محبي فكرنا بالنعم دي قدم لنا حسة السمع فقال سبحانه وتعالى قل هو الذي أنشأكم وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون ليه؟ ليه قدم السمع؟ لأن احنا محتاجين السمع كتير وأن السمع ده ممكن يقصد تأثير سلبي على حياتنا وانت عارف الناس الودانيين وهم حتى لما جوم يوم ده يصفوا حضرة النبي عشان يطعنوا قالوا هو أذن فربنا قال أذنه خير يبقى احنا لازم نفهم كويس جدا جدا قيمة الاستماع وقيمة ان احنا لما نتكلم مع بعض وإزاي ده ممكن يفتح علينا باب من أبواب السعادة أو يفتح علينا باب من أبواب الشقاء الجليس الحسن هو إن أنا أعرف إزاي أستمع للناس وأستمع للناس وإنا عايز إيه اللي حاصل وإنا عايز إريحهم وارتاح على فكرة أنا ما أسمع الناس أنا مش ما أسمع الناس عشان الناس بس على فكرة أنا ما أسمع الناس عشان الناس وعشان أنا كمان ليه؟ لإن ممكن أشقى لما أفهم حksi غلط لإن أنا ما أسمعتش كويس وممكن بدل ما أسمع حد وأنا في الحقيقة أحس إنه هو واقف جنبي وبيساعدني ممكن لإن أنا ما أسمعتهش بطريقة حسنة أحس إنه هو في ظهري أحس إنه هو بيطعن في ظهري وده مش حقيقي ويمكن المشكلات ممكن تكبر وتتفاقم بسبب إن أحد الطرفين مش قادر يسمع كويس وكثير من المشاكل اللي بقابلها في الإرشاد الزواجي بقابلها بيكون حلها بس إن حد من الطرفين يكون عنده مهارة الإنصاد الجيد فالمشكلة تخلص فورا لكن للأسف ما حدش فينا بقى آسف يعني عنده طولة بال ما حدش فينا بقى عنده استعداد إنه هو يعمل الواجب اللي عليه ويستمع للتاني عشان ساعتها هيبقى الطرفين حسين بإنهما محترمين وعشان كده إحنا في كتير من الأحيان ما ببقاش أنا سامع اللي قدامي وخاصة لو كان زوجتي أو كان زوجي أنا ما بسمعهوش أنا قاعد بس قاعد متربس أنا أسف يعني متربس عشان ألتقط من الكلام الحاجة اللي تخليني ما أطلعش غلطان وخاصة لو كان الحوار ده في مسألة خلافية ده مش استماع جيد لكن شوف الاستماع الجيد اللي حضرة النبي بيعلمهن اللي هو من سنة حضرة النبي صلى الله عليه وسلم ونتأمل ونصلى على حضرة النبي كده ونشوف حضرة النبي كان بيستمع إزاي جاله عطبة بن ربيع وكانت قنيته أبو الوليد فقال لحضرة النبي يا ابن أخي ما قال لهش يا رسول الله ولا أي حاجة قال يا ابن أخي إنك منا حيث قد علمت من الشرف والعشيرة أنت عارف مكانتك عندنا والمكان في النسب وإنك قد أتيت قومك بأمر عظيم فرقت به جماعتهم وسفحت به أحلامهم وعبت به آلهتهم ودينهم وكفرت به من مضى وكفرت به من مضى من آبائهم يعني بيقول له إيه أنت كمان كفرت من مضى به من آبائهم فاسمع مني أعرض عليك أمورا تنظر فيها لعلق تقبل منها قال له لعلق تقبل منها إيه بعضها أنا أعرض عليك أمور كده انظر فيها فكر فيها وشوف ردك هيكون عليها إيه لإنه ممكن تقبل واحد من الحلول دي فقال حضرت النبي صلى الله عليه وسلم له يا أبي وأمي صلى الله عليه وسلم قل يا أبا الوليد أسمعك أنت بتخيلين حضرتكم أن حضرت النبي بيقول له إيه حضرت النبي بيقول له قول وانا سمعك ده هو جاي بيكلمه على إيه بقى شوفوا المقدمة كلها بتقول أنه هو هيكلمه في كلام ليس فيه شيء عن الإيمان لكن هو بيكلمه كلام فيه تفاوض على الإيمان حضرت النبي ما قالش دي قضية ما ينفعش أن أنا أسمع فيها دي قضية منتهية أنا أسمع منكم ما أنتم هتؤمنوا أو ما تؤمنوش فحضرت النبي صلى الله عليه وسلم بيقول له إيه شوفوا قالوا إيه يا أبا الوليد قل أسمعك أنا سمعك وبينبه أن هو حضرت النبي سيلتزم بالاستماع إحنا محتاجين جدا الأيام دي أن أي اتنين يتعاملوا مع بعض وهم بيسمعوا بعض يقولوا البعض كده اتفضل قول اللي أنت عايزه قول اتفضل حضرتك قول وأنا سامح حضرتك المهمة رد أبو الوليد وقال يا ابن أخي إن كنت إنما تريد بما جئت به من هذا الأمر مالا جمعنا لك من أموالنا حتى تكون أكثرنا مالا وإن كنت تريد به شرفا سودناك علينا حتى لا نقطع أمرا دونك وإن كنت تريد ملكا ملكناك علينا وإن كان هذا الذي يأتيك ماذا يعني يقوله إن كان تراه لا تستطيع رده يعني بيقوله إذا كان اللي بيجي لك ده شيء من الشيطان وشيء من الجن بيقوله لا تستطيع رده عن نفسك طلبنا لك الطب شفنا أي حد يعلقك وبذلنا فيه أموالنا حتى نبرئك منه فإنه ربما غلب التابع على الرجل حتى يداوى منه فرغ عطبة ورسول الله صلى الله عليه وسلم إيه اللي يحصل يستمع منه حضرت النبي بعد كده قال له إيه أقد فرغت يا أبا الوليد إذا خلصت كلامك يعني يا أبا الوليد قال نعم قال فاسمع مني قال أفعل قال إيه فبيقوله إيه اسمع مني قال أفعل أنا أسمعك فقال صلى الله عليه وسلم بي أبيه وأمي بسم الله الرحمن الرحيم حامين تنزيل من الرحمن الرحيم وبدأ يقرأ أول سورة فصلت الشاهد أن حضرت النبي عمل إيه سمع كل الكلام اللي مفوش أي حاجة راضي عنها وسمع كل الكلام اللي هو حضرت النبي صلى الله عليه وسلم مش ممكن يوافق على أي شيء منه وكان ممكن يأطعو في أي لحظة بس كتير من العلماء ذكروا مهارات كتيرة جدا للإنساط ويمكن أن نشمها من كلام حضرت النبي من هذا الموقف مع عطبة فإن لحصل فحضرت النبي صلى الله عليه وسلم وكأنه علمنا سبع مهارات أول مهارة شوف حضرت النبي كان مهتم إزاي وبيسمعه أول مهارة لازم إحنا نعملها وخاصة مع شركاء حياتنا ومع أصدقائنا ومع أحبابنا وده بيدل على إن إحنا فعلا بنحترمه أول مهارة هي مهارة إن أنا أنظر في عين من يحدثني وما نشغلش عنه بأي حاجة يعني بلاش أنا أنا هو بيكلمني أبص في التليفون وطب إذا جات لي رسالة مهمة أستأذن منه وأستأذن منه وأستأذن منه وإيه اللي حاصل وأروح أرد على الرسالة بس بعد ما أستأذن منه وأشوف الرسالة بسرعة وأرجع عشان أفهمه إن أنا وإذا كان في حاجة ممكن تتأجل تتأجل بس أهم حاجة إن أنا أبصله في وجهه وفي عيني لكي أظهر له احترامي وتقديري له إذن كان هذه أول مهارة ونكمل ولكن بعد الفاصل رجعنا لحضراتكم ونكمل مع بعض المهارات اللي إحنا لازم تكون عندنا عشان يبقى معنا الجليس الحسن ده اللي هو جليس إن إحنا نستمع لآخرين إحنا بدأنا بإن أول مهارة عندنا لازم تكون عندنا وإحنا بنتعامل معه كل ما نتحاور معه إن إحنا أن ننظر في عيني النظر في العينين ده على فكرة لازم نكون دققين إن بعض الناس لما تيجي تنظر في عيني واحد تنظر له كأنه بيعمل إيه كأنه بيلغبطه لا إحنا بننظر وكأننا بنبشره بنقول له إن إحنا مع بعض متواصلين لإن فيه حاجة اسمها لاتصال بالعين فإحنا لازم نعمل الكلام ده وإن إزاي إن محدش فينا ينشغل عن التاني ويقعد يبص في التليفون وبيكلم التاني المهارات التانية والمهمة جدا جدا عشان يبقى معنا هذا الجليس الحسن إدراك معاني الكلمات ومدلولها وبتختلف في ساعات ما بين الطرفين يعني مثلا لما الست تقول حاضر غير لما الرجل يقول حاضر على فكرة بالمناسبة هي بتقوله حاضر وكأنها بتقوله إيه حاضر وكأن هي بتقول هاعمل وأنا متدايقة ولما بيقول لها حاضر طيب فهي تفهم إن هو بيطنش وساعات يبقى لما يسألها مالك تقول له ماليش فماليش عندها غير ماليش عنده يبقى إحنا لازم نفهم مدلول الكلمات طب ده معنى إيه؟ إن كل واحد فينا لازم يعرف التاني ولازم الحاجة اللي تبقى غامضة علينا نسأل يبقى دي تاني حاجة تالت حاجة بقى إن إحنا كمان لازم نهتم بيها إن محدش يقطع التاني ولا يقترح حلول أثناء الكلام إحنا فقط المطالب مننا إن إحنا وإحنا الطرف الآخر بيتكلم هو إن إحنا نسمع وإنك تسمع الطرف الآخر وإنت مش بتفكره إزا ومجهاز الردود اللي إنت ترد بيه عليه أو المقترحات لإن ساعتها هو يحس إن كلامه مالوش أي ستين لازمة وإزاك حاضر النبي صلى الله عليه وسلم كان يستمع للرجل فييجي الصعاب يقول له لدرجة إن حاضر النبي يكاد في بعض الأحيان إن هو من كتر كلام الرجل وكلامه المسهب حاضر النبي صلى الله عليه وسلم يبان عليه الإعياء فيحاول يوقفه قاله دعوه حتى ينتهي من كلامه حاضر النبي صلى الله عليه وسلم علمنا إن إحنا ننصد وما نقطعش حد والغاية ما ننتهي من كلامه وده كان واضح في كلام حاضر النبي مع أبل وليد نعط يبقى إيه اللي حاصل بعد كده يبقى ثالث حاجة إن إحنا ما نقطعش وانا نعمل مقترحات أثناء ما اللي بنحاوره وبنكلمه إيه اللي حاصل بيتكلم حاجة الرابعة إن إحنا نخلي أسئلتنا أسئلة استفهامية وفي الموضوع بلاش الأسئلة الإيه الاستنكارية هو يينفع الكلام ده هو الكلام ده برضو مش الكلام ده ده معناه إن إحنا مش فهمين الموضوع لا خلي الأسئلة أسئلة كلها أسئلة استفهامية حقيقية ويبقى البراد منها إن إنت توصل لأي شيء غامض أو للفهم بلطف وبهدوء وليس بإيه وليس بحدة وبالراحة وبلاش الأسئلة اللي احنا بنقول عليها بلاش الأسئلة لا الأسئلة اللي هدفها لهروب من الموضوع أو الالتفاف عليه الالتفاف عليه ولا الأسئلة الاستنكارية أو الحقيقية لأن دهوء بيبقى ساعتها من السؤال حقيقي ويحس الشخص اللي قدامك إن إنت ولا مخلي لكلامه أي هاتبار خامس حاجة وخامس مهارة إن إنت ما تحكمش على المتحدث اللي بيكلمك ولا تنتقده فبلاش تصدر عليه أحكام مسبقة على الطرف الآخر وإنت بتسمعه وبلاش إن إنت تشغل مكانة النقد ولا تقوله إنت إزاي بتقولي الكلام ده وجالك قلب تتكلم عني وبلاش الطريقة دي بلاش طريقة اللوم وإنت بتتكلم إنت هو إزاي بيحصل كده الزوجة تقولي زوجة قولي إنت إيه اللي مزعالك من فيجي تكلم وشايل ده كله في قلبك هو أو أو مثلا تجي تقوله أو هو يقول لها ممكن تقولي دي بس إنت إيه اللي مدايق كذا 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 إنت ما بتعجبكش ما بتعجبكش حاجة ما بتعجبكش أي حاجة طب وما أنت طلبت إن إنت تسمعه وتتكلم ليه يبلاش النقد بهذه الطريقة وبلاش ده الناس نما بتطلع الكلام اللي جواه ده من أغلى الحاجات اللي جواه فإحنا لازم نسمعهم باحترام وبتقدير وبلاش حكاية النقد وبلاش أن نوكل لهم الاتهامات المهارة الستة إن إنت تشعر بمن تكلمه وتمنحه وتديله الردود فعلي كده تشعره بإنك إنت فعلا بتصغي إليه وتوى تبيزهر في بعض الأحيان في تفاعلك مع وجعه مع فرحته وهو بيحكي لك حاجة حزينة وهو بيحكي لك حكاية مفرحة فإن اللي حاصل تتفاعل معاه وده في الحقيقة هو ده اللي بيخلي الناس تشعر بإن الكلام مع فلان ده مريح والكلام مع فلان ده كلام حسن وعشان كده إحنا لازم نعمل كده فدي مهارة كمان لازم المهارة دي تكون موجودة عندنا وفي بعدها مهارة تانية جدا جدا إن إحنا بعد ما يخلص الكلام نعمل إيه نلخص الكلام ونلخص الأفكار المطروحة وده كله ده قبل ما تبدأ أنت بالكلام وتلخص الكلام ده قبل ما تبدأ بالكلام وقبل ما تناقش بعد ما يحكي الطرف الآخر ويخلص كلامه ويخلص كل اللي عنده ساعتها هتجمع أفكارك وتحولها إلى حلول واللي قاله لازم تلخصه قبل ما تتكلم فيه نقاط محددة عشان يبقى كلامك على نفس محاور الكلام اللي هو قاله تجمعه في ثلاث نقاط في أربعة في خمسة بس ما نزودش عنده وكده الشخص ده يحس إن إنت إيه إن إنت فعلا كنت بتصغي إليه وبعد ما تعرض عليه الكلام ده لو قالك صح ابدأ أنت بقى في عرض وجهة نظرك ولو قالك لا في حاجة كمان قل له تمام وضيف النقطة اللي هو قالها بكل هدوء وابدأ بالتسلسل وناقش الكلام بفكري هادئ من غير هجوم على الشخص الآخر ولازم هنا نتعلم إن إحنا نناقش الفكرة مش الشخص دي حاجة مهمة جدا 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 حضرت النبي علمنا إن إحنا دايما نفرق ما بين الفكر والشخص ونفرق حتى نفرق ما بين المعصية والعاصي وإيه اللي حاصل وعشان كده حضرت النبي علمنا إن إحنا نسمع الكلام لآخره علشان ما ما يتحولش النقاش من حوار أو استماع للآخر إلى معركة كل واحد فينا بيحارب فيها علشان يطلع منتصر حتى لو كان على حساب الآخر يا سيد إحنا لو مشينا في النقاط اللي إحنا ذكرناها دي النقاط السبع المباركة أنا أظنها دي سبعية لفتح القلوب سبعية سبعية للتواصل الرحيم سبعية عشان نقدر دايماً يكون كل واحد فينا سبب من أسباب التخفيف وسبب أبواب وباب من أبواب الرحمة على الآخرين أقول لكم حاجة اللي عايز فعلاً ينفذ وصية حضرت النبي ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء الراحمون يرحموا من الرحمن وتعالى ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء يتواصل مع الناس بالطريقة دي هي دي طريقة الرحمة اللي حضرت النبي صلى الله عليه وسلم وصانا على بعض بيها يا رب جعلنا دايماً من أهل الرحمة وجعلنا على الدوام نكون من أهل التواصل الرحيم ومن أهل كمان التواصل اللي يخفف ما يتقلش التواصل اللي يرحم ما يعسرش التواصل اللي يفتح القلوب على حضرة المحبوب سبحانه وتعالى فاصل وننتقل بحضراتكم عشان نجاوب على أسئلتكم من باركة اللي وصلتنا على صفحاتنا صفحة بن نامج ولا تعسروا اللي بنتلقى عليها أسئلتكم المباركة اللي بتفضل جسل للنور والمجالس اللي بيكون فيها في محل نظر مولانا سبحانه وتعالى واللي بنخصص لهذه الأسئلة اللي بتوصلنا وبتنورنا وقت عشان نجاوب عليها زي الوقت اللي احنا نقديمها بعض للوقتي أول سؤال وصلنا بيقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أختي قالت لو تحقق لها طلب سوف تصوم اثنين وخميس من كل أسبوع مدى الحياة الآن عمرها ستة وستين سنة وفي بعض الأوقات لا تقدر على الصيام وقيل لها أن تخرج كفارة يمين واطعام عشرة مساكين على هذا صحيحة في دوني لازم نعرف الصيغة اللي قالتها يعني لو قالت لله علي إن أنا أصوم الاثنين وخميس لو تحقق لي المطلوب بتاعي ده يبقى خلاص ده تحول إلى نزر لكن لو قالت إن شاء الله ربنا يكرمني وأشكر ربنا بإن أنا أصوم الاثنين وخميس فهي بتعمل الكلام ده من قبيل إن هي أهل جزاء والإحسان إلا الإحسان فبتعمل الكلام ده من قبيل التصدق ومن قبيل العبادة ومن قبيل النفل وفهمها يا سيطة ما يبقاش واجب عليها لأن النزر يبدأ مكروها يعني بلاش تعمل نزر لأن أنت بتلزم نفسك ما لم يلزمك الشرع الشريف لا يا سيدي أنا ألزمت نفسي فخلاص فيصبح واجب يعني قالب النزر إلى إيه إلى واجب فإذا كانت هي نظرت فقالت لله علي أو علي لله سبحانه وتعالى أو أي لفظ من الألفاظ اللي تدل على أن هي نظرت اللفظ اللي موجود في السؤال مش باين فيه أن هي نظرت أو ما نظرتش لكن لو كانت تقصد بدي النزر يبقى خلاص اللفظ ده بقى بيبقى فين بنسأل عن نيتها فإذا قصد بذلك أن هي ندرت أن هي تصوم الاثنين والخميس زي ما بيقول على حد تعبير الناس نظرت يبقى ندرت أن هي تصوم الاثنين والخميس لله سبحانه وتعالى إذا حقق مطلوبها آه خلاص يبقى ده واجب عليها تبتخرج من الواجب إزاي إذا هي ما قدرتش تعمله وخاصة لو كانت هي في سن الستة وستين سنة وما بتقدرش تصوم ده أيوة بنتعامل مع عدم القدرة على أنه يتوفي بالنزر كالتعامل مع الحنس في اليمين طيب لما بيحصل فيه واحد بيحلف وبعدين عايز يخرج من يمينه أو أنه حضرت النبي صلى الله عليه وسلم قال النوم أخير بين أمران إلا اختر إيسارهما وكان إذا أقسم على شيء واجد الخير في غيره كفر عن يمينه يبقى إلا حاصل آه نكفر عن يميننا ونطلع من عشر واثمساكين ونساعتها الكلام ده تعيكون صحيح إيه دا إمتى إذا تأكدنا أن اللي هي كانت عملته دا كان نزره دا من شيبان غير من خلال نيتها لأن الكلام اللي حضرتك زكرتي في السؤال دا دا كلام محتمل يبقى إلا حاصل يبقى تخرج من النزر اللي هي مش قادرة تنفزه بكفارة يمين أيوة وبنعامل ساعتها عدم القدر على النزر كالحنس في اليمين وساعتها أنخرج ونطلع معاشرة مساكين السؤال اللي بعد كده بيقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته من فضلك أختي امرأة متزوجة وعندها أولاد وزوجها رجل على خلق ومحترم ويحبوها ويحسن معاملاتها جدا وهي كانت سعيدة معه ولكن بعد عشر سنوات من الجواز كان صديق زوجها يحبها استغفر الله العظيم يعني بيحب بيحب الست دي يحبها مع العلم أنه متزوج ولكن بينه وبين زوجته خلافات شديدة ويريد أن يطلقها وهو يحب أختي جدا وهي أيضا أحبته لا حولها ولا قوة إلا بالله حاولت كثيرا الابتعاد عنه حاولت كثيرا الابتعاد عنه ولكنها لا تستطيع وتحب جدا وأصبحت حياتها مع زوجها صعبة ولا تتقبل ولا تحب مع تكرار محاولاتها ولكن قلبها لا يستطيع فسألتني كثيرا عن رأيي لأنها لا تريد أن تغضب الله بأن تكون متزوجة وقلبها مع رجل آخر مع العلم أنه يكلمها في التريفون أنا نصحتها بأن تتطلق من زوجها وتتزوج من من تحب حتى لا تكون ثقة زوجها ولا تغضب ربها فهل هذا حلال أم أنا مخطئة في هذا الموضوع كيف تتصرف أختي ولكم جزيل الشكر ده كل لغبطة كل لغبطة وسوء أخلاق من ذلك الشخص الذي خبب هذه المرأة على زوجها في حاجة اسمها تخبيب المرأة على زوجها إيه تخبيب المرأة على زوجها تكون ست متزوجة فيفسد المرأة دي على زوجها ولذلك حضرت النبي صلى الله عليه وسلم قال ليس مننا من خبب امرأة على زوجها بالعكس كثير من الأئمة بيجعلوا هذا باب من أبواب اللعن اللي هي هذا الشخص ويجعلوا هذا من الكبائر بل هو من الكبائر إن واحد يفسد امرأة على زوجها وده من أشد ومن أسوأ مساوئ الأخلاق من أسوأ مساوئ الأخلاق ليه؟ الشيطان أتباعه لا يحب حد من أتباعه مثل ما يحب الذي يفرق بين المرأة وزوجه فهذا الشخص وكأنه من شياطين من شياطين الإنس وبلاش حماقة إن احنا نرتكب المعاصي باسم الحب ده مش حب ده حب للذات هو لو كان بيقدس الحب وبيحترم الحب اللي هو عاطفة نبيلة ويقصد بهذا الحب إن هو يجعل هذا الشخص في مكانة مرتفعة ومكانة محترمة في قلبه كان احترم الحب واحترم إن الست دي لها بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرها والمرأة راعية في بيت زوجها لكن هو الحقيقة لا احترم الشرع ولا احترم حرمة البيوت اللي دخلها وخان هذه الحرمة وتجرع على شرع الله سبحانه وتعالى وادعى ادعى كذبا إنه هو بيحباه هو لو بيحباه يعمل ايه يتق الله فيها كان عبد الرحمن بن عمار الجمشي المشهور بالقص اللي كان بيحب سلام مرة كانوا عاديين في من لوحدهم وما فيش شيء يمنعهم فقالت له بتكلموا إنه خلاص المكان خالي فإلا حاصل فمرضيش يرتكب المعصية عشان ايه عشان الاخلاء بعضهم اللي بعض يومئذن عدو إلا المتقين فهو ما اتقاش الله للأسف ما اتقاش الله وافسد المرأة على زوجها مش بس افسد المرأة على زوجها وجيتي حضرتك روح تمكملي عليها بدل ما تقولي لا تتقي الله سبحانه وتعالى وتروح تعالق قلبها وتروح تتزكى قلت له تطلقي من زوجك وروح تجاوزي وأنا بقول لكم التجربة بتقوله إن الست اللي بتعمل كده اللي بتطلق من جزها بعد ما هي تتعلق بحد تاني وتروح تطلق من جزها وتروح تجاوز الشخص التاني ده للأسف الشخص التاني ده بيخليها دايماً هي المتحملة هذا الخطأ وفي الغالب بيوريها أيام سودة ليه بيوريها أيام سودة هو بيقول لها إزاي أثق فيكي وانت كنت في عسمة رجل وكنت بتكلميني وبعت الرجل ده علشاني وعشان كده التخبيب ده حرام ومن الكبائر صحيح العلماء اختلفوا بقى في هل الجواز ده يبقى صحيح ولا من صحيح بس هو ده حرام ومن الكبائر إن واحد يعمل كده مع امرأة طب نعمل إيه بقى لا الست دي ما تطلقش والست دي تروح تعالج قلبها تعالج قلبها بالتربية والتزكية مش كل حد بيحب حاجة بيروح يخرب البيوت علشانها تروح لحد لطبيب نفساني يساعدها يحسن من لها دعم نفساني وتخرج من لها فيه ده لين ايه بالمناسبة ممكن بعد ما تعمل ده كله وتروح تتجوزه هي نفسها تجلد نفسها وتدخل فيه امراض كتيرة جدا جدا نفسية فنصحتي او بوضوح ما تتطلقش وتروح تطلب دعم نفسي طب ليه ليه بتقول لي كده لان الفعل نفسه حرام الامر التاني التجربة العملية في جلسات الارشاد الزواجي بتقول ايه بتقول ان حد يخرب بيته بايده لن يكون محل ثقة لمن افسد بيته ومن اجله الامر التاني بتحاط بقى في جملة يحط بقى بايه بجملة من السمعة السيئة اللي تخلي الحياة اللي جاية حياة نكد ومساوي يبقى احنا نعمل ايه بقى يبقى ببساطة خالص الفعل ده حرام وتروح تعمل ايه الله سبحانه وتعالى يقول ونفس وما سواها فالهمها فجورها وتقواها قد افلح من زكها تروح تزكي نفسها سوم الاتنين والخميس لكن ما تعملش الحرام ده ما تروحش تطلق وتتجاوزه لا لو عملت كده هي ضمرت حياتها خلاص ايه ده بس احنا بنشوف المسلسلات وبنشوف حالات تانية ده مش عيب المسلسلات بهم بيوروكم بس النتائج اللي بتوصل بها الناس هي لو عملت كده مش هترتاح وهي تبضل طول امرأة عن ده سؤال هو قال انا اللي عملت ده يرضي ربنا هو قال انا اللي عملت ده انا بعت اولادي وبيعت قسرتي وبيعت الرجل اللي كان المحترم اللي بيحبني الى حد في الحقيقة انا كنت بالنسبة له عارف انتك بالنسبة له ايه اختك بالنسبة له ايه تعويض للحاجات اللي مش لقيها مع مراته وتو ما هي لقيها زي مراته بالزبط اكيد هيتخلص منه لان صدقنا دوته ومتمحور حول ذاته ما رحش يروح لخبراء عشان يحلوا المشكلة اللي بينه وبين زوجته مين قالك ان اللي حصل معاها مع زوجته ده مش يحصل معاك اتق الله في نفسك واتق الله في فيتك واتق الله في اولادك ده حملة ايه القوي ان انت تتحمليه ويا سادة اتقوا الله سبحانه وتعالى في المتزوجات ما حدش يجي ويستطح حد اللي هيصطاد حد ده هيكون ملعون سيبوا البيوت في حالها وما تخربوش البيوت انا حقيقة سوال ده واجعني لان الحكاية دي زادت اوي والناس محتاجين يتقوا الله سبحانه وتعالى السؤال بعد كده بيقول انا وزوجي متخصمين واليوم جاي اتكلم معايا بدون اعتذار بالعكس بيقول لي انا اللي هي غلطانة هل ينفع ارجع لي بعد اربع شهور او خمسة من الخصام ارجعي له يا ست حضرت النبي صلى الله عليه وسلم بيقول خيرهما الذي يبدأوا بالسلام مش الكلام ده بس في ايه في الاصدقاء ولا في الاصحاب ولا في الزملاء ده اهم حاجة ما بين الزوجين هو ايه بصراح هو انتوا اعدتوا الاشهر دي وانتوا قطبانين من بعض ومش عارفين ان كل واحد فيكم بيأسم حرام عليكم الخصام بالمدة الطويلة دي حرام عليكم انتوا انين صالحوا بعض انتوا الاثنين كل واحد فيكم بيصلي في بيته صلاة المحبة اللي بكل واحد فينا بيقول لله سبحانه وتعالى انا احبك لانك اعطيتني نعمة ومن اياته ان خلق لكم من انفسكم ازواجا وجعل بينكم مودة لتسكنوا اليها وجعل بينكم مودة ورحمة ومن اياته ان خلق لكم من انفسكم ازواجا لتسكنوا اليها وجعل بينكم مودة ورحمة ربنا بيقول لنا البيت ده محراب عبادة بنعبد الله سبحانه وتعالى فيه بالحب اللي تفاصيله بتكون السكينة والمودة والرحمة لكن اللي يحصل ده الخصام ده وطول الخصام طول الخصام ده مش بس معصية طول الخصام كمان فتنة يفتن فيه الرجل المرأة والمرأة تفتن فيه الرجل فاتقوا الله سبحانه وتعالى وقلعوا عن هذه المعصية التي في الحقيقة تفسد البيوت وتغضب الله وتغضب رسوله صلى الله عليه وآله وسلم بتسأليني ارجع اه طبعا ترجعي طب وكرمتي مين قال ان هنا المسألة فيها كرامة كل الحكاية ان فيه عناد انتوا عندتوا بعض فلو رجعتي فلك الثواب ولو عدتي فقد بشرك رسول الله صلى الله عليه وسلم انك ستكونين اكثر ثوابا قال ازاي الخيرهم الذي يبدأ بالسلام فاذا انت بذرتي وبدأتي ان شاء الله ربنا سبحانه وتعالى يجزيجي الكزاء الحسن ويوسع عليك ويقبلك ان شاء الله ويوسعدك وتكون انت سبب السعادة وإن اللي حاصل حضرت النبي صلى الله عليه وسلم قال من سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها إلى يوم القيام يبقى انت لازم تعمل كده ولا عملت كده اتخذ الثواب العظيم يلا توكلي على الله ما تستمعيش لنفسك الأموار بالسوء وتوكلي على الله وان شاء الله ربنا يفتح عليك ويباركلك يا سادة شوف احنا كنا بنتكلم النهاردة طول الحلقة عن التواصل وازاي الناس تسمع بعضها والناس جاي بتتكلم عن الخصام الخصام ده اكيد جاي لما الناس بطالت تتكلم مع بعضها بالأصول السابعة اللي احنا تكلمنا عنها يا سادة لا تنقطوا عن التواصل ولا تنقطوا عن الحوار وحاولوا دايما حواركم حوار رحيم ودود يفتح ربنا عليكم الخير والبركة والنور وتجعلوا في حال وتكونوا في حالة صفاء لانها تكونوا محل نظر الله سبحانه وتعالى تعالوا ندعي ربنا ونسألوا انه يلهمنا المدد ويلهمنا الخير ويقوي قلوبنا على ان احنا نتمسك بالرحمة ونتمسك بالمودة ونتمسك بالسكينة وانه يبدلنا مكان هذا الوجع ويبدلنا مكان كل الألام اللي بممكن تكون عندنا بسبب الفهم المخطئ لمعنى الكرامة أو الفهم المخطئ لمعنى التواصل فيكون في قلوبنا عناد توجعنا وتئزينا تعالوا نشيطنا كله من قلوبنا ونقول يا رب امدنا بمددك واجعلنا في رحمتك وانظر إلينا بنظر الود والرحمة واللطف يا رب العالمين وطيب قلوبنا عشان نكون من أهل الرحمة ومن أهل الفضل ونكون سبب من أسباب أمان شركاء حياتنا يا كريم يا ودود يا رب العالمين ألهمنا الرشدة في كل وقت وحين يا رب العالمين